استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول وعددا من مسؤول الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالي والمستقبلي في مصر في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة وذلك ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إني الإيطالية معربا سيادته عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة معربا سيادته عن التطلع لمواصلة الشركة لنشاطها في مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة من جانبه أعرب رئيس شركة إني عن تشرفه بلقاء الرئيس واعتزازه بمسئلة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل السيد الرئيس مما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغاز الطبيعي المصري مما جعل مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة في وقت يشهد العالم أزمة طاحنة في هذا المجال واستعرض الوزير طارق الملا تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر من حقل ظهر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو وضمياط والتين تعملان بكامل كفاءاتهما حاليا وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح له مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة كما استعرض كذلك رئيس شركة إني المخطط المتكامل للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية بإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف إلى إنتاج حوالي 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات القادمة وذلك بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة اشتركوا في القناة